روسيا تتهم مجدداً لولايات المتحدة بالتسطر على وجود مختبرات بيولوجية وكيميائية لها على الأراضي الأوكرانية لا بل إنها تحاول نشر دعاية مضللة حول نية الجيش الروسي استخدام أسلحة محرمة دولية الخارجية الروسية وعلى لسان متحدثتها ماريا زخاروفا اعتبرت أن واشنطن تحاول التغطية على وجود مختبراتها في أوكرانيا بنشر روايات عن نية موسكو شن هجمات بيولوجية في أوكرانيا زخاروفا تحدثت عن تقديم روسيا كل الدلائل للمنظمات الدولية حول تلك المختبرات متهمة واشنطن بتجاهل مشاركة المعلومات حولها لقد نشرنا الحقائق التي ظهرت حتى الآن عن المختبرات في الأمم المتحدة لكن واشنطن كما هو متوقع تماما لا تظهر استعدادها في مشاركة أي معلومة جوهرية الخارجية الروسية تحدثت عن أن ما تقوم به واشنطن من حملة دعائية تقول أن موسكو تعمل على جذب انتباه المجتمع الدولي لأنشطة علماء الأحياء العسكريين الأمريكيين في الأراضي الأوكرانية ما هي إلا شاشة دخان إعلامية تحاول موسكو التسطر من خلالها على الاستخدام المحتمل للأسلحة البيولوجية والكيميائية من قبل القوات المسلحة الروسية الاتهامات الروسية تأتي بعد إعلان وزارات الدفاع الروسية عن حصولها على وثائق تظهر وجود حقائق جديدة تثبت المشاركة المباشرة لوزارة الدفاع الأمريكية في تطوير مكونات الأسلحة البولوجية في أوكرانيا ووفقا للدفاع الروسية فإن الهدف الرئيسي من هذا المشروع هو إجراء تحليل جزئي للعدوى الخطيرة المتوطنة في أوكرانيا بشكل خاص كما تضمن هذا العمل أخذ عينات من العامل الممرض في مقابر قديمة للماشية من أجل الحصول على سلالات جديدة من الجمرة الخبيثة